أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضع السلام عليكم نسمع سليح وعلى الصحيح وعلى الله عليه وسلم أحباه جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان مصورين أريد على محصر عبد الجليل أخير الجليل الله ناشد دون النواب وأقول له دون النواب نجاب وعلى قدر الاسم أتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة التحقيق عن هذا الجهد الكبير والتقرير فوق الاعتيادي في جودة والجهد الموجود فيه والتوصيات وإعداء التقرير أقدم كلامي بأن الكلام الذي سيأتي أنطلق فيه من مبدأ النصيحة لمن يتحمل المسؤولية ومن منطلق مسؤوليتنا البرلمانية والوطنية ومن انحياز كامل للإصلاح هذا الانحياز الذي يفرض علينا يفرضه علينا ديننا وولاءنا الوطني والذي يجعل من مواقفنا في كثير من الأحيان في مواجهة دائما مع الأشخاص والجهد التي تعطل الإصلاح وتعمل على تفريغ المشروع الإصلاحي من مضامين تلك المضامين التي بشر بأنثار عندما أكد على مشاركة أكبر في إدارة الشامعان وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين والحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها وحسن استثمار هذا التقرير مقدم من اللجنة صلت الضوء على قضايا عديدة لا يمكن في هذه المداخلة المحدودة أن أستعرضها جميعا لذا سأختار خمس مقاط مستلة من هذا التقرير وحاول أن تجنب أي نوع من الإثارات كتب كثير وعندما أخذ القلم نوع من الإثارات حاول أن أبتعد عنها رغبة في البقاء في المضموم أكثر من أي نوع من أي إثارة يمكن أن تطرع على الكلام وليعدلني الإخوان إذا أدتني بعض الحفقة هنا أو هناك فهو مما يوجد في هذا التقرير والمنفقات والذي لا أعيب رجلا إذا بكى عندما يطرع معانا البكاء على الرجال في ثقافتنا معه النقطة قولة أن وانتهد بعنوان بحسب فهمه غلبت عقلية ربيس الشركة على عقلية مسؤول الدولة في واقعنا هناك نزاع شديد بين عقلية إدارة الدولة ومصالحها وإدارة الشركة ومصالحها عند عدد من كبار المسؤولين يظهر ذلك جليا في عقار المينة المحرك الإسكاني وعقار المطل المالي وعقار شاطئ السنابس وعقار شمال كرانة وغيرها من العقارات فعقلية الدولة تنظر إلى هذه العقارات على أنها مشاريع حيوية تساعد الدولة في القيام بمهامها من توفير على سبيل المثال في عقار المحرك من توفير 15 ألف وحدة السكنية لقاتل هذه المدينة بما يعني في حساب أهل البحران مع خدماتها الكاملة بما يعني في حساب أهل البحران أسر المتوينة في المتوصف من خمسة أشخاص خمسة سبعين ألف مواطن يؤمن له السكن من هذا المشروع بعبارة أخرى حل وشكل الإسكاني القائمة والتي ستأتي بعض سنوات لقاتني هذه المدينة أما هذا صاحب الدولة أما صاحب الشركة وعقلية الشركة فهي تنظر إلى عقار المحرك ألا أنه سيد كمين لزيادة الرسيد البنكي منطقة مهمة وحساسة وسغر بها معي توفير الشواطر والسواحل كما هو في عقار شاطر السنابس وعقلية الرئيس المقصص كساحل عام هو ما يشغل فكر المسهود حال الدولة أما عقلية رئيس الشركة فتفكر في كيفية استثمار هذا العقار بصالح الشركة وبناء فندق وحجز الساحل عن الغموم وبين العقارات الباقية والسلام عام ذاتها ملايين الدنانير برفع أسهم الشركة وعقلية رئيس الشركة تدفع بتحويل عقار شمال كاررانة المخصص لبناء 25 ألف وحدة سكنية بأهل البحرين لكن نقول إلى أهل المنطقة بأهل البحرين كلها ممكن أن تدخل فيها المنطقة من شمالها لجنوب خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية تتحول إلى أراضي استثمارية يتم بيعها على شركات والحصول على مليارات الدنانية في هذه المنطقة سفر القدم الذي يقولون فما هو في السوالة ثلاثمئة ثلاثمئة دينار هذه المنطقة وعلى هذا المنوان تم التعاطي مع أراضي المخصصة في نحن بي ولم لاكن محيطة في الشمالية وغيرها مما هو موثّق في هذا التقريب ولكن أصاب الدستور في المادة 98 ووفق القانون عندما منع أن يرأس الوزير فضلاً عن رئيس الوزراء أي شركة أو أن يسهم أي مسؤول في التزامات تعقيدها الحكومة أو المؤسسات العالمة يمكن أن يعود عليها أو على أحد أقالبها حتى الدرجة الرابعة بأي نوع من النفل لأن المصلحة الخاصة في الغالب تسيطر على المصلحة العامة وتضاعها تحت أفدامه إلا من عصم الله ولا يصار القانون على هؤلاء يصار القانون على أكثرية تصرف الناس وقد تبين بما لا مجال فيه للشك بلا الأمثلة السابقة بأن عقلية رئيس الشركة هي الغالبة على عقلية مسؤول الدولة كل ما حدث تعارض بين الاثنين ومما يزيد القلب أسى من هذا الأمر كان سائداً قبل الإصلاح ومستمر حتى له وأحسن أن هذا الاستمرار يعود إلى عدم وجود فصل حقيقي للسلطان وإلى ضعف الأجهزة الرقابية في نظامه وللخروج من هذه الحالة المزرية علينا تقوية الدور الرقابي منجس الموار وإنحاق ديوان الرقاب المانية به وإعطار القضاء من استقلال التام وفصل السلطات فصلاً حقيقياً وإلا في الخيار الآخر هو استمرار تحكم عقلية رئيس الشركة في مقدرات